اكد الفريق الوطني الطبي للتصادي لفيروس كورونا متمر صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في البحرين وأكد الدكتور وليد المالع وكيل وزارة الصحة على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية خصوصا في فترة العيد المبارك ومشيرا إلى مملكة البحرين لأن مملكة البحرين تعتبر الرابعة عالميا من حيث عدد جرعات التطعيم والسادسة عالميا من حيث عدد الفحوصات تعتبر البحرين الرابعة عالميا من حيث عدد جرعات التطعيم لكل مئة شخص والسادسة عالميا من حيث عدد الفحوصات كما وتعتبر البحرين من الدول القليلة في العالم التي تقوم بالفحوصات العشوائية استباقيا وبنسبة كبيرة وهي مستمرة في استراتيجية التبع أفحص وعالج التي أثبتت فاعليتها في سرعة الوصول للحالات وسرعة علاجها والتعافيها ولغاية أمس 11 مايو بلغت نسبة المتطاعمين 71% من مجموع السكان المؤهلين للحصول على التطعيم بما يعادل 54% من مجموع عدد كافة السكان في ملكة البحرين كما بلغت نسبة الحاصلين على التطعيم بعد مرور أسبوعين من أخذ آخر جرعة حوالي 46% وبلغت نسبة كبار السن المتطاعمين حوالي 74.5% من عدد السكان ونؤكد استمرار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ متوسط نسبة الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا من المسجلين 83% للفئة العمرية البالقة أقل من 50 عاما كما بلغ متوسط نسبة الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا من المسجلين 94% للفئة العمرية البالغة 50 عاما فأكثر قطعنا والحمد لله شوطا كبيرا من قبل الإعلان عن أول حالة في ملكة البحرين ولغاية اليوم ونتمنى أن يستمر تكاتف الجميع حتى نصل بإذن الله للهدف المنشود ترجمة نانسي قنقر